السلام عليكم شباب اهلا بكم في حلقة كده من حلقات تيكنا وانترزيتش كي في الحلقة ده نتكلم سوى عن حاجة ممكن حصيب معاك او حصيب معايا حتى اعرفه سوى قريب منك او صاحبك او صاحب صاحبك وهي انه ممكن تليفونك يضيع ففي حالة زي كده انا هعرفك ازاي تتصرف وايه احسن واسرع التصرف تعمله عشان ترجع تليفونك لو حد لقى ومحبش ترجعه او لو انت فعلا تتسرق منك بشكل مباشر بس قبل ما نبدأ عايز اقولكو على حاجة وهي اني لاحست ان اخر الفترة عدد المشتركين استقرر على 15300 وفي نفس الوقت انا فيه ناس كتير بتستفرق وبتستفيد من الفيديوهات ويكتب كومنتات حلوة بس بيقوش مشتركين ودي حاجة بتضيقني جدا وابتحبتني ان ارجع سور رمع فيديوهات تاني فقرأت لو انت او مرات شوف نيزل تشترك في القناة وفعل زر الجرس وقل ايه رايك في الفيديو في الكومنتات ولازم تعمل لايك الفيديو اول ما ينزل او اول ما تشوفه عشان ده بيساعدة فيديو وندوصها للناس اكتر فعلا ما تنزل تعمل لايك واشتراك هكون الانترو خلصت ونخش على الفيديو على طب خلال دلوقتي نبدأ في فيديو وتعمل ايه لو التلفونك يتسرق اللي نحكيه في الفيديو ده هو تجربة واحد قابلتها على الفيسبوك على جروب كان تقريبا الاسمه تلفنات المسروع او حاجة زي كده المهم ان ده كان فيه واحد احسن معنا في صنع مواقف وتلفونك تسرق وادري ان يرجعوا الحمدلله في خلال تقريبا تاريب الشهور وممكن اقل بس مهم اول شوف الفيديو الاخر وتركز في كل الخطوات عشان تعرف هتعمل ايه وما تسقطش اي خطوة فيهم انا هكراكو البوست وهنشوف هو كان بيقوله في البوست بتاعه البوست بيقول تعمل ايه لو تلفونك تسرق موبايلك تسرق وبتتصل بيه مغلق وعلى مستفهم تمام او يسيبك من اي ابليكيشن ولا فايند ما ديفايس ولا الهري ده كله كل ده هيتمسح لان اللي اخده هيعمل له ضبط مصنع علشان تجيب موبايلك ركز في الموضوع ده وان شاء الله تلفونك هيرجع بنزمة 95% ويقول تسرق مني ونهر تمانية ورجعته في شهر ونص ودي خلاص التجربتي اولا متكلمش اي حد ما تعرفوش يرجع لك عشان دول نصابين وعايزين سبوبة وخلاص وهياخدوا منك نسبة وممكن اصلا بعد ما يرجع يقول لك للاسف مفيش ويكون خده هو وكده كده مش هيعمل اكتر من اللي انت هتعمل يعني في ناس بتقول لك مسلا ان انت وتلفونك بسروق انا اقدر ارجعه لك بس اخد منك نسبة واخد منك مبلغ فانت بتروح بحسنينية انك تصدقه وتتعامل معي وتدل الفلوس وبعد كده يقول لك ما عرفتش هوصل له او وصلت له ما عرفتش رجيبه فيعني ممكن يبقى نصابين بالنسبة ك كبيرة فاحنا خلينا في المضمون والثانية ما تعملش محضر في الاسم مباشر الموضوع بسيط وتتوجه لمباحث التلفونات اللي حضرتك تابع لها وبتعرف ده بانك بتتصل بهم وهم هيدلو لك هيدلوك هيدلوك ممكن تكلم الشرطة او مية واربعين يعني ممكن تتصل على رقم مية واربعين وتقول لهم ايان هي مباحث التلفونات اللي انت تابع لها شعيف هيسألوك شباب شوية بيانات عنك عرفوا انت مين وقولك انت تابع لان هي مباحث تلفونات وتروح للجهة اللي انت ت ساعتك وتروح تقول لهم انت تلفونات تسرق وتقدم لهم بانك خلال انكمل البصت هيدلوك على انهي مباحث تلفونات وتوجه لها وموعدها ايه انا في حالتي توجهت المباحث شرق الكاهرة فوق سنترال المازة طلعت الدور الرابع لقيت مكتب قاعد فيه واحد وكان فيه طابور صغير ثلاث اشخاص قدامي ضيع منهم تلفوناتهم ابتدت حس بالامان لما لقيت اللي قدامي بيقوله داني مرة مبايلي يتسرق واجيبه لما جيت الدور علي والراجل طلب مني يلقاتي بتعطي و صورة منها وعلبة التلفون الاصلية ومحتوياتها الاصلية اللي فضله معي وصورة من العلبة من ناحية اللي فيها السريل واركام الشرائح اللي كانت في التلفون قبل ما يتسرق وهو اللي بيعمل لك المحضر بنفسه نيابة عن الاسم وبتحتفظ برقم المحضر ده عندك مهم جدا بينك وسين اتأكد كويس من الاركام الاركام رقم رقم واركام شرائح التلفونات اللي كانت فيه عشان يتأكد انك فعلا صاحبه المهم التعامل مع موازف ده احترام متواصي باسلوب طيب محدش طلب مني اي بقشيش او فلوس نهائي رغم اني بصراحة عرضت عليه فلوس في ايدو وهو رفض يعني ما شاء الله قليل جدا ما تلاقي حد كده اللي من دول لانك تعمل لك مصلحتك ويعمل فعلا شغله ويجري ما ياخد فلوس بس كده انت خلصت اوما الموبايل هيتفتح ويتحط فيه شريحة تانية هيوصل لهم اشارة برقم الشريحة اللي فيه وهم بنفسهم اللي هيكلموا لك صاحبها علشان يخوفوا بالزوء ويقولونوا التلفون ده متبلغ عنه ومطلوب فورا ياما فيها حبسه معهم اسمه بال الكامل ورقم بطاقته في اغلب الاحوال بشكل ودي جدا اللي واخد التلفون سواء هو سارع او حتى اغلبان اشترام الحرامي ما يعرفش في الحالتين بيجيبوا فورا ومو بيترددش وساعتها هتلاقي امين شرطة بيكلمك تروح تستلم بعد حوالي شهرين لتلاتة مسلا انت وحظة اما لو حضرتك حابب تتابع بستواجه لاسم الشرطة وتاخد منهم الرقم السري لرقم المحضر ويدوك تتابع مع انهي نيابة وتروح للنيابة دي تديهم الرقم يقولولك حالة الكشف ايه مثلا فودافون ردت رد سلبي اتصالات سلبي ورنجي ولسه حد ما فيهم حد يرد ايجابي يعني تقريبا هم بيحاولوا يجيبوا التلفون وعنطي شركات الاتصالات يعني تفاصيل مش مهمة اوي بس اخينا نكمل ساعتها هتلاقيهم لوحدهم بيكلموك ويزبطوا معاك معايا تروح تستلم موبايلك وبتروح تقابل الشخص اللي معا التلفون في المكتب عند امين الشرطة في النيابة مكتوب ما بينك وسين اهم حاجة عندك تلفونك يرجع مش رحين تخانق ولا نشمت في حد جايز ما ما يكونش هو اللي سرقه ويكون مظلوم زيك اشتراه من واحد نصاب ولو مش عاجبك حالته حقك ترخم على الشاي التلفون وتطلب تعويض عن استهلاكه بس ان حمدت ربنا اكتفيت بالتلفون زي ما هو يعني لو التلفون جالك وحصل في اي مشاكل مسلا او لقيته مكسور او لقيت اي حاجة يعني تجي عن استخدام اللي سرقه او اللي اشتراه من الحرامي ممكن تحقك انك تطلب ساعتها تعويض عن الجزء المكسور ده اما بلغمات دي يعني انك تصلحه او حاجة زي كده بس هو في حال هو التلفون جاله سليم او ما عرفش جاله سليم ولا بس هو بيقول انه اكتفى بان التلفون رجع له وما طلبش اي تعويضات وبس بتمضي استلام واغلاق محضر وبعد كده الامين بياخدك انت واللي معاه التلفون اكيد واللي كان مع التلفون ويدخلكم لوكيل النيابة لتأكيد عملية الاستلام والوكيل ساعتها بيتأكد انك حقك رجعلك وبيحظر اللي كان معاه التلفون يشتري موبايل بدون علبة او مجهول المصدر موبايل رجع الحمد لله وبدون مدفع ولا مليم ولا اي وسائل متسيبش حق ومتتعصبش ولا تستسلم ويعمل اللي عليك وردب نصيبك في كل الاحوال وان شاء الله خير نصيحة مهمة بقى لما يرجع على الموبايل ان شاء الله ما تنساش تعمل له ضبط مصنع وانت واقف وتفتح جوجل اكاونت بحسابك لان ما تقول ضبط طلع عيني عشان كان متسجل بحساب اللي كان شايله قبلي اه يعني دي لقطة مهمة جدا في تلفونية تما كون مسجل عليها حساب جوجل ما تعمل ضبط مصنع بقى كده بيكون معامل له حاجة اسمها قفل جوجل ما بيرضاش يفت سيجي لك صفحة اسجل لدخول طبع شركة جوجل ويقول لك يفتح الحساب ويقول لك الحساب ده كان متسجل والتلفون متسجل بيه واحنا محتاجين الحساب ده يتفتح والحساب ده تلاقيه مع الشخص اكيد اللي كان سريد التلفون او الاشتراه من الحرب مهمة نصيحة انك ما تكسلش وما تستسلمش واي حد يعرف موبايله ضايع يشجعه يرجعه لان كل واحد فينا ينفذ الاجراءات دي ورجع تلفونه هنقضي على فكرة سريد التلفونات نهائي واي حد يفكر يسرق تلفون هيكون عارف انها ملاش لازمة وهيسيبه مكانه كل التوفيق لكم سماء مكانته بعد كتب قطر باء ما بحث تلفونات العامة وبعد كتبه رقم باحث تلفونات شارك الكاهرة وبعد كده عنوان ما باحث تلفونات… وهتلاح كل بيعانات دي مكتوبة تحت في الوصف تاع الفيديو بس لحد كده يكننا ننتهل فيديو لو تعرف اي حاجة تلفونات.. او لو انت ملق الصدفون القديم الصدف او حتي تحطف مواقع زا كده بعد كده اناانين صاحاك تكون عام اشتراك في القطنان منفعل زر الجرس طبعا تعمل لايك الفيديو عشان نوصل لأكبر عدد للناس ونقضي على حاجس مع سرعة التلفونات بس اكشفك فيديو جديد السلام عليكم